اشتركوا في القناة فريمينج أو إطار للوجه بدي يكوني بيلبأ طبيعي لكل شخص وهو أكبر هاجز عند أكثر الناس اللي بدأت تزرع شعر أكثر شيء العالم لما بدأت تتوجه لزراعة الشعر بتسأل عن خط الجبهة أنه أنا شفت فلان شفت إيكس شفت ناس زرع شعر خايفان ما يطلع هذا الشيء طبيعي حايفان يبين حايفان يبين شيء إصطناعي علي هنه أول ما بلشوا يزرعوا شعر من زمان كانت تلقطة لأنه الشخص زرع شعر منهم نشبينوا من أول شيء كيف يبالشوا كأنوا يبالشوا مثل الألعاب الألعاب اللي كنا نحنا وصغر نجيبهم هاك شعر اللعب يزرعوا كل عشرة ل 15 شعر سوا بس لي اسمه بلاجز يعني نقطة وحدة نقطة بس هاي دي من أكثر من 20 سنة ولكن لازالت لليوم ألاقي كتير ناس أكيد كتير عمليات واضحة بعدك لليوم بتشوف خط شعر غير ملائم غير موجود بالطبيعة مثلا حدا أصلاع كل راسه عنده خط شعر مبروم من هون وبارم بشكل زاوية منا موجودة بالطبيعة أو بتلاقي شعر بعيد عن بعضه أو كمان بتلاقي بعد مش ببشاعة الاشياء التي تعمل من 20 و 30 سنة اللي هي البلاجز ولكن بعدك تطلع على منبط الشعر بتلاحظ إنه هاي الشعرها مزروعة فإذا كيف منحل الموضوع وكيف منطمن العلقة ونشرح لهم شو لازم يعملون هيدا اللي زرع من قيام زمان فيه غير هلا أكيد في كتير عمليات وصحية نستقصل هيدا الشعر منقصه ونرجع منزرعه وأكيد منجع منستغر الشعر غيره ونحطه بيناتهم ولكن الزرع بوقت اليوم عمره بالقليلة 70 سنة أو 65 سنة بتصور أصلا صار متعايش مع الموضوع وأصلا بطل يمكن فينا نسلح له لأنه الصلع وصل لأمرحلة أكبر بكتير بالنسبة لخط الجبهة ببلش دايما بالتخطيط تخطيط الصحيح براعي شكل الوجه عمر الشخص كمية الشعر يلي منحتاجها لنغطي بشكل جيد وطبيعي وطبعا توزيع الشعر بين الشعر الناعم والشعر الخشن وين بروح الشعر الناعم وين بروح الشعر الخشن يلي بدي يخطط هيدا الموضوع لازم يكون على دراية وعلم بما هو الطبيعي أول شي يعني لازم يعرف مناطق الشعر ما نابت الشعر اتجاهات الشعر الطبيعي كيف هي شو هي الكسافة الطبيعية مثلا عم نشوف هيدا الصورة اللي هي طبعا لا خط شعر غير طبيعي مزرور هون المشكلة الرسمة جيدة كرسمة كدستنسز كعلو الخطوة لكن المشكلة أولا بالكسافة والمشكلة أنه منبت الشعر واضح والشعرات منهم مزرعين بشكل متناسق هاي الشعرات مش كل شعرها بتشبهها الثانية صح فأول شي هيدا خصه بالتنفيذ هيدا شو بتعمل بتقرع له كل شعره يعني طبعا هيدا بنرجع بنعمله خط جديد من قدام بكسافة غير وباتجاهات تقدر تلاقي مثل ما بتشوفها هيدا منو تصليح هيدا كمان الشي الخاطئ مبدأ منو شي بشع جدا ولكن منو شي بيعمل بال2020 أوكي منبت الشعر واضح في فراغات وفي رسمة آسية شوي على الوجه أوكي وبنشوف الخط شوي جالس وفيزيح صح بالزبط خط جالس فبالمبدأ أول خطوة رسم الخط رسم علو الخط هون مثلا كمان رسمة واطية مبرومة ما بتراعي انه هيدا الشخص باعده يتساقط شعره لكتير سنين لقدام ما فينا نعمله خط منخفض هالقد ونزرع الشعر بهذا الطريقة ونلاقي كمان بهذا الصورة أنه كسافة الشعر كتير قليلة ونوعية الشعر كيرلي ومكذبرة مقارنة بالشعر الأساسي طبعا ما فهمت هاي بيكونوا إخدينه من شعره صح ولكن هيدا مأخوض بشكل تراوماتيك بشكل آسي شوية كيف شعر مكذبرة على شعر ناقم من وين تأخذ نأخذ من نفس المحلوة لكن صار فيه إنجري صار فيه أذى للشق البصيلي هي وعم تشال بسبب التسرق لما نرسم الخط بعد ما نحدد المسافات والرسمة بدنا ننتقل لنحكي عن التنفيذ التنفيذ لازم كمان يراعي قدي عم يرجع ينمى من الشعر كيف عم تنحط الشعر بسلاسة قديش الفتحة اللي عم يفوت فيها عم نفتحها بالجلد لأنه كلمة زرنا الفتحة كلمة شي صار أصعب علينا ولكن صار أجمل للبيشن كسافة الشعر المحطوط قدي عم نحط بر سنتيمتر وكمان قديش عم نحط بالمنطق اللي بدنا نزرعها لازم نشون شي كافي هون كمان منشوف كذا خطأ أول شي أول خطأ هي هاي الشي اللي شايفينه نازل من هون هيدا منه موجود بالطبيعة فهون كمان عندنا الكسافة غلط الزرع المعمول باتجاهة كتير يعني شي يمين شي شمال الكسافة غير جيدة وحتى الرسمة منا موجودة بالطبيعة ما عنا رجل عنده هاي البرمية بهالطريقة لازم يكون بعض التجليح لازم يمشي خط الشعر بارالل مع الجبين صح بهيك حالات أوقات فينا نصلح بس مثلا بيان كتير ما فينا نصلح مثلا بهيك حالة ما فينا نعمل شي ما فيك تعمل شي صح لأنه هذا الشخص عمره عشرين سنة نعمله خط منخفض مرة أنه بعد هيدا الشخص بده يصلح كتير لأدام مثل ما نشوف فيه كمان أزل المنطق الوهبي شو يعني خلص هيدا الصب هيك بدال هيدا لازم إذا بده هو يشيل يعمل ليزر هير رموفي للجابها ورجع يتزبط نص الراس من قدام ينعطى علاج للمنطق الخلفية وننتر كذا سنة نرجع نعمله واحدة تانية على الستة وعشرين نزبط له وراء شوي يعني فات بمعموع إلى أول ما إلى آخر لغيابة تخطيط الصحية ومش دايما المشكلة من اللي عم يعمل العملية المشكلة أوقات من المريض يعني بيجي بيتطلب أسس غير واقعية فممكن شخص يرفض يعمل العملية ممكن شخص خلص يقول له أكي اللي بدك ياه أنت هبدك هاك أكي هرسم لك الخط مثل ما بدك فمش دايما المشكلة من السنتر كتير سنترز تلاقي عندهم عمليات جيدة بس عمليات غير جيدة لأنه بيمشي مع البيشن فالمهم من المعاين الأولى لازم يتوضح لهيدا البيشن أنه يا أستاذ هيدا خط الشعر الطبيعي هالقد بها تكون كسافته هلأ حتحتاج هالقد شعر ممكن بالمستقبل تعوز هالقد نحن بنوعدك بهيدا الشي بهيدا الشي بهيدا الشي نحط تحت كل المقومات الطبيعية لا يفهم شو بده ما قدر يستوعب هيدا الموضوع في حلان يام نقول له ما قدري أنه عمل لك عملية ياب تعمله يامت المعاين ياب يمضي ورقة تحت مسؤوليته أنه أنا بدي هايك وساعتها بيكون هيدا على قليل أن نعطي حقه الفيشن ولكن هلأ دارج أنه خلاص صار الكل يرسم خط واطي ومبروم عشان ما يسمع أنه من الفيشن أنه وطي للخط أو برملية أنه هي أنت الخبير أنت اللي عم تعمل العملية الفيشن لازم يسمع لأنه أنت أكيد ما عم تعمل شي لتسوّد سمعتك أو لتعمل عملية مش جيدة فهيدي أخبار زراعة الشعر أنا سوّدتم شوية فيديوز عن ما هو متوقع من عملي زراعة الشعر ما يسمع أن أمرق الفيديو هلأ موسيقى 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 شكراً لكم 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 شكراً لكم